تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة حثية مسيرة بمحافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش الوطني شرق مدينة الحزم وسبق أن تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط عدد من الطائرات الحثية المسيرة في المحافظة الجدير بالذكر أن ميليش الشرحوث الانقلابية قصفت بصاروخ على منطقة اليتمة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتسبب القصف باستشهاد أحد المشايخ وأصابت ثلاثة من المواطنين